السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتي نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير انتم ما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم جيت لكم بكيك لديد وسهل ومكونات بسيطة ما كياخدش بزافة ديال الوقت صراحة ايلا جربته ما غدش تنظموا انكم جربته وما كياخدش ديال الوقت نهائي كنديروا كل شي في الخلاط نخرجو احسن كيك ونبدو في المقادير وطريقة التحضير عندي جوز ديال البيضات عندي كاس ديال الساندة عندي نصف كاس ديال الحليب نصف كاس ديال الزيت عندي صاشية ديال الخميرة ديال الحلوة وعندي جوز ديال صاشيات ديال فاني بالنسبة للناس اللي في المغرب بدرو صاشية واحدة حد هاد الصاشيات اللي عندي انا صغار وغادي ندير اربعة ديال المعالق ديال الدقيق اعامرين مزيان كنديروا كل شي في الخلاط ونضربوا مزيان الخالط تتخلط لنا مزيان وصافي اتشي اللي كان وصافي من بعد جبت الفريز قسمت الفريز على جوج وغادي نبدأ نحط الفريز في المول بالنسبة للمول تقدروا تديروا المول اللي بغيتو اللي بغيتو الكيك يجيكم شوية طالع ديروا مول صغير انا درت المول كبير شوية باش ما جينيش غليظة كتعجبني تكون رقيقة شوية هاد الكيكة انتوما كيبقى الاختيار ليكم صراحة كتجيزوينة بزاف بزاف وكندير علي هاكا شوية ديال الشوكولات كيبقى اختياري ولكن عندكم الشوكولات حبيبات يكون احسن انا عندي غير هاد الشوكولات هادا قطعتو ووزدتو من الفوق ووزدت شوية ديال الفريز هكا مقطح بالنسبة للفريز اللي بغي يدير الخالط هو اللي ولو من بعد ديرو الفريز ماشي مشكل هو كيف مادرتو ليه في اللي ولو في الاخير غادي يكون في وسط الكيك وصافي وصافي غادي نزيد الخالط اللي بقاليه من الفوق وصافي غادي ندخل هال الفران غادي نكون مشا على الفران مية وثمانين دراجة وغادي نشعل عليها غير من التحت حتى تبليت حمرات من التحت عادي نشعل عليها من الفوق غادي تكون الكيكة طريه دير بحل فلانق يعني ما غاديش تكون ديالك الكيكة الناشفة والصراحة كتجي لديدة بزاف بزاف سمحوا لي انا ما صورت هاش من اللي خرجتها من الفران درتها تبرد في التلاجة وقطعناها وكلناها وعاد فكرت اللي را ما صورتش وصورتها هاكا وهي مقطعة نتمنى أنكم تجربوها وإلا كنتوا أول مرة تشوفوا هذا الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتشاركونا مع العهل والأصدقاء وإلى اللقاء في فيديو قديم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر